بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي المصطفى الأمين أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم في قناتكم مومو نيوز للأخبار الرياضية إذن قبل البداية لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك والإعجاب بالفيديو لكي يصلكم كل جديد إن شاء الله بداية من شهر مارس المقبل إن شاء الله سوف يكون المنتخب الوطني الجزائري على موعد مع مباريات مهمة من أجل التأهل لكأس العالم المقبلة إن شاء الله إذن الناخب الوطني جمال بالماضي لن يستدعي ثلاث لاعبين بسبب الإصابة التي تعرضوا لها مؤخرا ويتعلق الأمر بكل من اللاعب يوسف عطال اللاعب فوزي غلام وكذلك اللاعب إسحاق بالفضيل إذن وحسب رأيي فإن اللاعب الذي سوف يكون غيابه مؤثر أكثر بالنسبة لكتيبة الناخب الوطني جمال بالماضي هو اللاعب يوسف عطال مدلل المنتخب الوطني الجزائري والذي يقدم أداء رائع سواء مع المنتخب الوطني الجزائري أو مع ناديه نيس الفرنسي بحيث أصبح اللاعب الجزائري يوسف عطال قطعة أساسية من قطع المنتخب الوطني الجزائري وكذلك قطعة أساسية في تشكيلة نادي نيس الفرنسي إذن نتمنى الشفاء العاجل للعبي المنتخب الوطني الجزائري الذين تعرضوا للإصابة كذلك لربما سوف تكون المناسبة بعودة اللاعب الجزائري فيكتور لكحل من الإصابة وعودة إلى المنتخب الوطني الجزائري إذن زائر المشاهدين أشكركم زائر شكرا على المشاهدة دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته